هل هناك أي طرف له أي فضل من أي نوع في المنظومة الرياضية المصرية على محمد صلاح؟ لا في المنظومة الرياضية المصرية ما فيش خالص ويعني هقول لحضرتك كمان الجمهور كمان ما لهش فضل لأنه أنا أزعم أنه يعني هو طالع من نادي المقولين نادي مع الكامل الاحترام لي لكنه مش نادي جماهيري فهو طالع كده يعني مش هقول نابت الشيطاني خالص طبعا لا هو طالع لوحده طالع زي ما بأيديه يعني طالع برجليه وطالع بدماغه ويعني هو رايح في المنطقة اللي هو رايح لها بلا أي فضل يعني في كل المناسبات اللي هي اللي قاءت سواء بطولات الرسمية أو الحاجات اللي دي أو راح كاس عالم أو الحاجات دي احنا الحقيقة كنا بنشوف ده على هامشها دايما مهازل يعني لا تعطي خالص للمنظومة دي أي فضل على محمد صلاح بال بالعكس هي المهازل اللي احنا كنا بنشوفها دايما على هامش كل الحاجات دايما كابت يعني على حساب محمد صلاح ما كانش موضع مثلا التقاط من قبل جماهير فانحبه رغم انه موجود في نادي تاني ما حصلش ده لك كمان على مستوى طريقة اللعب وكرت القدم ده حقيقي يعني برضو احنا يعني عندما يذكر مسلا محمد صلاح في مسألة مين المدرب او حاجة هو ممكن يذكر كابتن دي أستايد اه باعتباره انه هو كان المدير الفني ليه في مراحل الناشئين اه طيب مين بقى اللي طور هذا الشاك مسألة الفني اللي هو في المنتخب في المنتخب اه 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 في النادي كان في مجموعة يعني مش فاكر مين بالزبط اللي كان اسمه متعددة ما فيش حد بعينه يعني اه لكن لما نيجي نقول محمد صلاح كيف تطور في اللعب كيف تطور في المرونة التكتيكية حتى لما يلعب احيانا مهاجم اللي هو مهاجم صريح ممكن طبعا الجناحة والمركز المفضل ليه احيانا بيخش في النص يعني ده طبعا اه الفضل يرجع طبعا طبعا اليورجون كلوب دلوقتي وما قبله ممكن بقى اللي هو مدرب بازل اللي هو يعني يحطه على التراك لكن محمد صلاح بالنسبة للفضل عليه في الملعب لا ما هو مش تبعنا مش من عندنا خالص الفضل برضو على عقله ودماغه برضو مش تبعنا فالحقيقة هو محمد صلاح ناجح لانه مش تبعنا ناجح لانه مش تبعنا وقادر يستمر لانه مش تبعنا ويبدأ جزء الحركة اللي فات النظر اليه انه لا يلتفت للمعطلين منا يعني دولة لانه لو هو استسلم للتشويه ده او للخطة اللي هنا ولا الضربة اللي هنا ما يقدرش يكمل قدام مستحيل مستحيل هيرجع بقى للسوشيال ميديا بلويها اللي هي فعلا انت بتصور مع الموديل مع مالك الجمال المصري ليه انت بتصور على اليخت اللي عامل مش عارف ايه ليه طبعا ده كلام يعني هيجرينا الجزء خاص بالسوشيال ميديا والكلام اللي هو يعني السمك لمن تمرهين دي ده فلا يعني مالطف ما فيه ان هو بيستخدم السوشيال ميديا بشكل سليم اللي هو انا بطلع حاجة صح اللي هو هي دي زي رونالدو ما بيستخدمه هو كلهم بيستخدمه رونالدو ده يعني رونالدو ده في مؤسسة كبيرة وراء مسألة الكريستيان وطبع